نحصل الآن إلى فقرة أغني معجمي إذن أستعمل القاموس للبحث عن معاني تلاشن وألحقته مع اختيار ما يناسب منها سياقة النص إذن في النص فكلمة تلاشن فهي وردت في النص بينما كلمة ألحقته فهي غير موجودة في النص لذلك سنكتفي فقط بشرح كلمة تلاشن إذن هذا هو موقع كلمة تلاشن في صياق النص إذن لدينا وطوت المسافات بين بني البشر مما أدى إلى تلاشي العديد من الفوارق بين شعوب الحضارات المختلفة في مجال القيم إلى غير ذلك إذن طوت المسافات بين البشر وهو ما أدى إلى تلاشي العديد من الفوارق إذن تلاشي هنا بمعنى زوال العديد من الفوارق أو اختفاء العديد من الفوارق بين شعوب الحضارات المختلفة إذن كلمة تلاشن سنشرحها بزوال إذن زوال العديد من الفوارق أو اختفاء العديد من الفوارق بين مختلف الشعوب إلى غير ذلك من المراضفات إذن ثانيا لدينا أكمل الجدول بما ينقصه إذن لدينا الكلمة ومعناها إذن هنا لدينا الهيمانة وهي بمعنى السيطرة إذن الهيمانة هي بمعنى السيطرة إذن هنا لدينا المصدر وهنا لدينا الفعل هيمنة إذن هيمنة سنشرحه بمراضفه انطلاقا من المصدر السيطرة إذن سنقول هيمنة هي بمعنى سيطرة هيمنة يهيمن سيطرة يسيطر المسيطر إذن هنا لدينا اسم الفاعل إذن سنحول أو سنصغ اسم الفاعل من هيمنة إذن سنقول المهيمن المهيمن ثم هنا لدينا الفعل المضارع يهيمن إذن يهيمن هي بمعنى يسيطر سنصغ أيضا الفعل المضارع ثم هنا لدينا فعل الأمر سيطر إذن يهيمن سنقول هيمن هكذا النشاط الثالث أعطي معنى الفعل في صياق الجملة كما في المثال إذن الفعل الذي سنركز عليه هو فعل يسوق وورد في صياقات مختلفة وله معنى خاص في كل صياق ورد فيه إذن مثلا الجملة الأولى يسوق المكتر المال إلى صاحب الدكان في وقته أي يرسل إليه المال في وقته ثم الجملة الثانية لدينا يسوق سيارته بسرعة جنونية إذن إذن يسوق السيارة بمعنى يقودها ويمكن أن نقول يقود السيارة بسرعة جنونية ثم هنا يسوق الله الرزق لعبده إذن يسوق الله الرزق لعبده بمعنى يرسل الله الرزق لعبده يرسل الله الرزق لعبده أو يهب الله الرزق لعبده أو يعطي الله الرزق لعبده أو يمنح الله الرزق لعبده إلى غير ذلك ثم هنا يسوق الخطيب الحديث للمصلين إذن هنا يسوق الخطيب الحديث للمصلين فيسوق هنا بمعنى ينقل الخطيب الحديث للمصلين ينقله بسلاسة إذن ينقل الخطيب الحديث للمصلين بسلاسة أو يسرد الحديث بسهولة أو يوجه الحديث للمصلين إلى غير ذلك من المراذفات نمر الآن إلى فهم النص إذن السؤال الأول لدينا ما المبادئ الكونية التي جاءت في النص إذن سنعود إلى النص وتحديدا إلى الفقرة الأولى منه وسنبحث عن هذه المبادئ إذن في الفقرة الأولى من النص نجد إن حياة الإنسان في كل حضارة تقوم على أفكاره ومعتقداته ومبادئه وهذا ما يميز حضارة عن أخرى فالحضارة التي تقوم على مبادئ تصلح لكل البشر في كل زمان ومكان مثل إذن الآن سنبدأ في المبادئ التي قامت عليها الحضارة إذن مثل مبدأ الحرية ومبدأ العدل ومبدأ المساواة ومبدأ التعايش واحترام الاختلاف ونبذ الفرقة والتمييز إلى غير ذلك هي ما يسمى الحضارة الكونية إذن هذه هي المبادئ التي قامت عليها الحضارة الكونية ولذلك سنجيب عن سؤالنا هكذا إذن المبادئ الكونية التي جاءت في النص هي الحرية والعدل والمساواة والتعايش واحترام الاختلاف ونبذ الفرقة والتمييز إلى غير ذلك السؤال الثاني لدينا ما سبب تقسيم الحضارة اليونانية الناس إلى عبيد وأسياد إذن أيضا سنعود إلى النص إذن في النص نجد أقام اليونان في الماضي حضارة شاسعة على أساس الغزو العسكري والهيمنة التجارية وقد اعتبرت هذه الحضارة التمييز بين البشر مسألة طبيعية بناء على معتقدات اليونانيين وأساطيرهم فقسمت الناس إلى أسياد وإلى عبيد إذن سبب تقسيم الحضارة اليونانية الناس إلى أسياد وإلى عبيد فهو رازع إلى مسألة طبيعية وهي جاءت بناء على معتقدات اليونانيين وأساطيرهم إذن لذلك سنجيب عن سؤالنا هكذا إذن سبب تقسيم الحضارة اليونانية الناس إلى عبيد وأسياد جاء بناء على معتقدات اليونانيين وأساطيرهم إذن المعتقدات هي التي أدت إلى تقسيم الناس إلى عبيد وإلى أسياد ثم السؤال الثالث لماذا لم يعتبر الكاتب الحضارة الصناعية حضارة كونية في الحقيقة إذن سنعود أيضا إلى النص إذن سنبحث عن الجواب في هذه الفقرة إذن لدينا يمثل هذه الحضارة الدول المتقدمة اليوم علميا وصناعيا فالتقدم العلمي لهذه الدول في شتى الميادين خصوصا في مجال الاتصال ونشر المعلومات إلى غير ذلك ثم نتقدم أكثر في البحث إذن هنا نجد إلا أن مكاسب هذا التقدم الذي تقوده هذه الدول لم يكن له انعكاس إيجابي على الشعوب الأقل تقدما والسائرة في طريق النمو بل أدى إلى استنزاف ثرواتها وانتشار الفقر والصراعات بينها وعبض مساعدتها على حل نزاعاتها استغلت هذه النزاعات في زيادة أرباح الصناعات الحربية للدول المصنعة أو المصنعة دون اعتبار لمخلفاتها على الشعوب المتصارعة من ضمار وفقر وزيادة فقر وتشريد وتجويع وتخلف إذن يمكن القول على أن الكاتب لم يعتبر الحضارة الصناعية حضارة كونية في الحقيقة لماذا؟ لأن ذلك لم يكن له انعكاس إيجابي كما رأينا على الشعوب الأقل تقدما والسائرة في طريق النمو بل أدى إلى استنزاف ثرواتها وانتشار الفقر والصراعات بينها إذن كما رأينا فالحضارة الصناعية في النص فالكاتب لم يرى أنها حضارة كونية في الحقيقة لأنها استفادت منها دول وأخرى لم تستفيد شيئا بل تضررت باستنزاف خيراتها ومواردها الطبيعية إلى غير ذلك إذن السؤال الرابع ما إيجابيات الحضارة الصناعية وسلبياتها؟ إذن سنبحث عن الإيجابيات وعن السلبيات كذلك وسنصغ جوابا لهذا السؤال إذن سنعود إلى النص إذن في النص نجد فالتقدم العلمي لهذه الدول في شتى الميادين خصوصا في مجال الاتصال ونشر المعلومات إذن هذا من إيجابيات الثورة الصناعية إذن هناك تقدم مهم في مجال الاتصال ونشر المعلومات جعل العالم يبدو كقرية صغيرة فثورة الاتصال قضت على الحدود بين الدول وطاوت المسافات بين بني البشر إذن تقريب المسافات بين الناس مما أدى إلى تلاشي إذن اختفاء وزوال عديد من الفوارق بين شعوب الحضارات المختلفة في مجال القيام والمعارف والفنون إذن هنا ذكرت الإيجابيات الآن سنقف على السلبيات إذن إلا أن مكاسب هذا التقدم الذي تقوده هذه الدول لم يكن له انعكاس إيجابي على الشعوب الأقل تقدما والسائرة في طريق النمو بل أدى إلى استنزاف ثرواتها وانتشار الفقر والصراعات بينها إذن هذه من سلبيات الحضارة الكونية الصناعية وعوض مساعدتها على حل نزاعاتها استغلت هذه النزاعات في زيادة أرباح الصناعات الحربية للدول المصنعة دون اعتبار لمخلفاتها على الشعوب المتصارعة من ضمار وزيادة فقر وتشريد وتجويع وتخلف إذن هذه السلبيات إذن طلاقا من هذا سنصوغ جوابنا كما يلي إذن سنقول من إيجابيات الحضارة الصناعية إذن الآن الإيجابيات هناك تحقيق تقدم في شتى المجالات وإسعاد الإنسان واختفاء العديد من الفوارق بين الشعوب أما سلبياتها فتتجلى في استغلال النزاعات بين الدول المتصارعة في زيادة أرباح الصناعات الحربية للدول المصنعة دون اعتبار لمخلفاتها من ضمار وفقر وتشريد وتجويع وتخلف إذن هذه هي الإيجابيات والسلبيات الخاصة بالحضارة الكونية الصناعية السؤال الخامس والأخير هل الدول الصناعية مسؤولة عن النزاعات التي تحدث خارج حدودها أعلّل إجابتي إذن طبعا في الدول الصناعية تكون لها علاقات مع العديد من دول العالم وخصوصا تلك الدول التي تعرف نزاعات لكن هذه الدول فهي لا تتدخل بنية حسنة وبنية طيبة لحل هذه النزاعات وإعادة الأمور إلى طبيعتها بل تزيد من تأزيم الوضع وتأجيج النزاعات بغية بيع الأسلحة التي تقوم بصناعتها من أجل زيادة أرباح الصناعات الحربية لهذه الدول الصناعية وبالتالي فهي بالفعل مسؤولة عن هذه النزاعات لأنها غالبا هي من تزرع هذه النزاعات وهي من تشجع فئات معينة لكي تنشر الرعب والصراعات والخلافات إلى غير ذلك إذن يمكن أن نجيب عن سؤالنا هذا كما يلي نعم الدول الصناعية نعم الدول الصناعية مسؤولة عن النزاعات التي تحدث خارج حدودها لماذا؟ لأنها غالبا ما تزيد من تأجيجها أي تأجيج النزاعات بتدخلاتها إذن هذه الدول الصناعية فهي تتدخل في الدول التي توجد بها هذه النزاعات غالبا تتدخل بنية أنها ستصلح الوضع وستحل النزاع لكن نواياها الخفية فهي عكس ذلك إذن هذه التدخلات تهدف من خلالها إلى استغلال ثرواتها ومواردها في صناعتها إذن هذه الدول الصناعية فقط تريد استغلال الدول التي بها نزاعات تستغل ثرواتها ومواردها في صناعتها وبالتالي فهي توسع دائرة النزاعات عوض حلها ننتقل الآن إلى استثمار النص إذن أملأ فراغات الفقرة بالأدوات المناسبة إذن لدينا هذه الأدوات لدينا حرف النصب لكي أن لكن ناسخ حرفي أو حرف استدراك ونصب لدينا أن حرف ناصب أن ناسخ حرفي لن حرف نصب وليس ناسخ فعلي وأداتنا في كذلك إذن لدينا هنا يخالف أحد في إذن عندنا هنا يفعل مضارع منصوب إذن سنحتاج إلى أدوات نصب أدوات نصب هنا لدينا لكي ولدينا أن ولدينا لن إذن الأدات النصب أو الحرف النصب المناسب هنا طبعاً سنستعمله لن وسنقول لن يخالف أحد في عندنا نتقدم هذا اسم ناسخ حرفي منصوب إذن سنستعمل أن إذن سنستعمل أن إذن لن يخالف أحد في أن تقدم الصناعية مسؤولاً عن السلبيات إذن هنا ندروا لا نستعمل ليس إذن نقول ليس مسؤولاً عن السلبيات الناتجة عنه هنا الاستدراك المسؤول هو غياب الضمير الإنساني إذن سنقول لكن لكن المسؤول هو غياب الضمير الإنساني ثم هناك اللحظة هذه السعادة في المدارع منصوب إذن سنستعمل إما ليكي أو لا لن فلن يسعد هل سنقول فلن يسعد الإنسان يجب أن إذن سنقول فليكي استعملوا ليكي يسعد الإنسان يجب هنا أيضاً في المدارع منصوب سنستعملوا هنا يبقى لنا أن يجب أن أن ترجع عقول الدول الصناعية إلى رشدها إذن هكذا سنستعملنا هذه الأدوات المناسبة ووضعناها في الفراغ المناسب الآن السؤال الموالي أقدم لزملائي وزميلاتي ملخصاً للفقرة الأخيرة بتعبيري الخاص إذن سنلخص الفقرة الأخيرة من النص سنعود إلى النص إذن طبعاً سنعتبر الفقرة الأخيرة من النص هي هذه الفقرة التي تتحدث عن الحضارة الكونية الصناعية إذن سبق وأن قرأنا هذه الفقرة ثم رأينا على أنها تتحدث عن إيجابيات الحضارة الكونية الصناعية وذكرنا هذه الإيجابيات رأينا أيضاً أنها تتحدث عن سلبيات هذه الحضارة الكونية الصناعية سلبياتها وتأثيرها على الشعوب الأقل تقدماً والسائرة في طريق النمو ثم في نهاية النص فالكاتب يؤكد على أن المزيد من التقدم في مجال التصنيع والاقتصاد لا شك أنه مصدر إسعاد الإنسان إذن هذا يسعد الإنسان لكن إذا جعلنا الهدف منه هو مصلحة الإنسان وليس المال وتحقيق الربح ولا شيء غير الربح إذن التقدم في مجال التصنيع طبعاً فهو لصالح الإنسان ويحقق سعادته لكن لا يجب أن تكون الدول الصناعية تهدف فقط لربح المال بل يجب أن ترى مصلحة الإنسان بالدرجة الأولى إذن هذه الفقرة الأخيرة من النصفة يمكن أن نلخصها بهذا الشكل إذن سنقول إذن يعالج الكاتب في هذه الفقرة الحضارة الكونية الصناعية وما حققته من تقدم كبير في مختلف المجالات كان لهم عكاس إيجابي أدى إلى زوال الفوارق بين الشعوب كما تطرق أيضاً إلى سلبيات هذه الحضارة التي استغلت البلدان الأقل تقدماً والسائرة في طريق النمو وزرعت النزاعات داخلها لتمهيد الطريق لاستنزاف ثرواتها ثم أكد في النهاية على أن التقدم الصناعية والاقتصادية ينبغي أن يكون لخدمة الإنسان وإسعاده وليس لتحقيق الربح المادي فقط إذن هكذا يمكن أن نلخص الفقرة الثانية أو الفقرة الأخيرة من النص أخيراً لدينا أكتب وصفاً لصورة النص إذن سنعود إلى صورة النص وسنصف هذه الصورة لما تعود ما هي أهميتها قيمتها معلومات عنها إلى غير ذلك إذن الصورة المرافقة للنص ها هي يدي أمامنا إذن ما يظهر في الصورة هو أحد أهم المآثر التاريخية اليونانية القديمة وبالضبط معلمة أكروبوليس المتواجدة بمدينة أثينا العاصمة اليونانية وهي دالة على الحضارة اليونانية القديمة وهذا المكان فهو يحتوي على العديد من المعالم الأثرية ويعتبر طبعاً تراثاً عالمياً إذن سنقول في وصفنا لصورة النص تمثل الصورة إذن هذه الصورة فهي تمثل نموذجاً من المآثر التاريخية اليونانية وبالتحديد معلمة أكروبوليس بأثينا التي تدل على شموخ الحضارة اليونانية القديمة وهذا المكان يحتوي على العديد من المعالم الأثرية ويعتبر تراثاً عالمياً إذن سنكتفي بهذا القدر هكذا نأتي إلى ختام هذا الفيديو لا تنسوا الاشتراك في القناة تشجيعاً لنا على المزيد من العطاء إن شاء الله إلى اللقاء